السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ارحب بكم من جديد الى كلام طيب واطيب الكلام كلام الله رب العالمين جل علاه ما زلنا نتأمل ونتدبر في كتاب الله تعالى من اعظم العبادات بعد الصلاة والرقوع والسجود والتسبيح وهو عبادة التأمل والتدبر في كتاب الله جل علاه وما زلنا مع سورة الاعرف التي هي من المفصل في القرآن الكريم احتوت على قضايا كثيرة وقضايا متعددة وقصص متنوعة وكل ذلك من اجل ترسيخ العقيدة النورانية في قلوب العباد عقيدة التوحيد والعبودية لله رب العالمين واعتقاد الربوبية له وحده لا شريك له وايضا الاستعداد للقاء الله في البعث والنشور ثم كل الحيثيات تؤكد على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلنا ايها الاحباب الكرام في سورة الاعرف الى الاية مئة وستة وسبعين مئة وستة وسبعين دعونا نقرأ هذا المقطع باختصار شديد ثم نتأمل مضامنه وما هي التعليم والارشادات الربانية التي يريد الحق جل جلاله ان يوصلها الينا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم واذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم دريتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين او تقول انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا درية ببعضهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهت أو تتركه يلهت ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله مولانا العظيم هيا بنا أيها الأحباب الكرام نتأمل في مضامين هذه الآيات القرآنية ربنا عز وجل ذكرها بعد أن سرد على مسامع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى كل من قرأ القرآن في سورة الأعراف سرد علينا الكثير من الوقاع ذكر لنا أول الخلق وذكرنا قصة آدم وحواء في صراعهما مع إبليس ثم ذكر قصص الأنبياء لأن من أسباب نزول سورة الأعراف أن جماعة من المشركين استكثروا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون نبي فأخبرهم المولى عز وجل بأن الأنبياء منهم من كانوا في أعلى عليين ومنهم من ابتلاهم الله تلأ شد ابتلا فذكر قصة نموذج من الأنبياء جمعوا من الملك والنبوة كسيدنا داود عليه السلام وسيدنا سليمان عليه السلام ربنا أعطاهم الملك وأعطاهم النبوة والرسالة والغنى وبالمقابل أنبياء أعطاهم الله الفقر والمرض والابتلاء الشديد كقصة سيدنا أيوب عليه السلام ثم ذكر سراع الأنبياء مع أقوامهم قصة نوح مع قومه التي انتهت بالغرق للمشركين والكافرين وقصة هود مع قومه الذين أيضا صلت الله عليهم ريحا سرسرا عاثية وقصة شعيب مع قومه وقصة صالح مع قومه وقصة نوت مع قومه وأيضا قصة موسى عليه السلام مع قومه هؤلاء الأنبياء أشكال وألوان منهم أربع عرب الأنبياء فيهم أربع عرب منهم هم صالح نبي عربي وشعيب نبي عربي وهود نبي عربي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي عربي وبقية الأنبياء كلهم من أصول أخرى مختلفة ومتنوعة فالخطاب عالمي الخطاب غير موجه للعرب الأنبياء العرب فقط أربعة وما تبقى كلهم عندهم جنسيات مختلفات أشكال وألوان ولغات وأجناس ولهجات بمعنى أن الخطاب الربني هو خطاب عالمي خطاب شمولي بعد أن فرغ ربنا عز وجل بدكر كل هؤلاء الأقوام وهؤلاء الجنسيات وهذا التاريخ العميق نحن أبناء اليوم نحن أبناء هذا الزمن المعاصر لا ندري ما الذي وقع أيام زمان في التاريخ القديم إلا ما عتر عليه بعض علماء الأركيولوجيا لكن القرآن العظيم يعطينا التفاصيل الأحداث القديمة فالزمن القديم نحن نعلمه بتفصيل نعلم منذ خلق الله تعالى آدم بل أكثر من هذا نعلم قبل أن يخلق الله آدم ماذا كان كل ذلك ربنا عز وجل فصله في كتابه العزيز فلا نشعر بالغربة من الماضي الماضي نعلمه كله حتى المستقبل أيضا نعلم ماذا سوف يكون لأن القرآن العظيم سيحدثنا عن آخر الزمان وعن البعث وعن النشور ثم يحدثنا عن الحساب ويحدثنا عن دار الخلد جنة الفردوس وعن جهنم والعياد بالله وحدثنا عن كل التفاصيل المستقبلية فالمؤمنون أي واحد مؤمن لا بد أن يكون متوازن نفسيا لأنه عنده علم ودراية بالماضي الصحيق وعنده علم ودراية بالمستقبل البعيد إذا كان الإنسان عنده هذا التوازن بين الماضي والحاضر ستجده متوازن نفسيا لا يشعر بقلق ولا باكتئاب ولا بخوف ولا يشعر بغربة في حين أن الغير المؤمن الذي لا يعلم من أين أتى ولا يعلم تاريخه ولا تاريخ آبائه وأجداده ولا يعلم إلى أين سوف يمضي وسوف يرحل يشعر بأنه غريب لهذا نسبة الانتحار موجودة في العالم الغير المتدين الآن يقال بأن أعلى نسبة انتحار لم تعد في الدول الإسكتنافية بل هي في الصين الصين أكثر دولة فيها نسبة انتحار لماذا لأن هناك إلحاد وعدم دين ما فيش دين كتاب ما عندهم أهل كتاب عندهم ثقافات مثل كونفوشيوس ومنوشيوس الكونفوشيوسية وغيرها ثقافات الروحية والفلسفية والمانوية والمزدوكية والبودية وغيرها فهؤلاء ثقافات فلسفية روحية لهذا نجد بأن الناس عندهم دائما صراع وعندهم قلق المؤمن بطبعه أنه يشعر بالارتياح وبالتوازن وبالشبع لأن الله سبحانه وتعالى فصل له كل شيء في القرآن العظيم والقرآن الكريم كما قال الله تعالى فيه تفصيل كل شيء كل شيء من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ففي هذه الآيات التي نبتدئ بها مدى قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ضُهُورِهِمْ دُرِّيَّتَهُمْ أو دُرِّيَّتِهِمْ حسب القراءات وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا درية من بعضهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون هاتين الآيتين عظيمتين وجليلتين إنهما يتحدثان عن أول الخلق دعونا ننسى الواقع المرير الذي نعيشه الآن دعونا ننسى واقعنا البئيس عند بعض الناس عندهم أزمات وعندهم قلق اتركوا هذا الواقع للحظة دعونا نرحل إلى الزمن البعيد هذه الآيات تتحدث عن الزمن البعيد أول الخلق حينما خلق الله آدم سوف يخلق كل البشر كلنا جميعا خلقنا يوم خلق الله آدم أي نعم كل واحد منا قد خلق حينما خلق الله آدم خلقنا جميعا نحن عندنا تاريخ زياد موحد في وقت واحد ولكن فيما بعد ربنا عز وجل كل جماعة من البشر أعطاهم الله تعالى زمان ومكان وبيع جغرافية عشوا فيها ولكن في الأصل لما خلق الله آدم خلق كل البشر هاتين الآيتين كيسموهم العلماء هم آيات البيعة الكبرى البيعة تعلمون ولله المثل الأعلى أي حاكم أو ملك أو سلطان إذا أرد أن ينصب على عرشه فكين صب وكيد الوحد الاحتفال اسمه البيعة الناس يبايعونه على أنه سلطان وعلى أن أمره مطاع وأنهم معه في الرخاء والشدة هذا يسمى عقد البيعة هذه الآيات تتكلم عن عقد البيعة الرباني أن الناس سوف يبايعون الله وسوف يشهدون على أنه الخالق ويرون ذلك رأي العين وإذ أخذ ربك من بني آدم ربك اسم كلمة ربك ربي عنده أسماء حسن كثيرة واستعمل اسم الربوبية لفيه التربية والتنشئة الصالحة لماذا خلقنا الله تعالى؟ خلقنا لكي يحسن تنشئتنا وتربيتنا فإذا سمعت الربوبية بمعنى أن الله تعالى أغضق علينا من النعم ومن الخيرات لكي يربينا نحن في الأصل كنا حدم هل تعتقد أيها المستمع وأي أيتها المستمعة هل تعتقدني جميعا بأننا نحن كنا عدم لم نكن تراب كنا عدم لا شيء ثم ربنا أخذ التراب وصنع منه إنسان وصوره وسواه ونفخ فيه من روحه هذا الخطاب الآن هو غير موجه للمسلمين هو موجه لكل الأديان لليهود والنصارى والبوديين والهندوس واللاديمين والملاحدة ولكل البشر لأن الآيات لتقول يا أيها الذين آمنوا تقول وَلَقَدْ وَإِذْ أَخَذْ رَبُّكَ مِنْ بَنِي أَهْدَمْ ربنا يتكلم عن بني أهدم هذا خطاب عالمي خطاب شمولي خطاب فوق التاريخ وفوق الزمان والمكان لما نفخ الله تعالى في الإنسان أبونا آدم وصار إنسان حي يسمع ويرى ويتكلم وله فكر وله إرادة وله عزيمة الله تعالى سوف يمسح على ظهر آدم مسح على ظهره فإذا بجميع أولاده يخرجون كل الخلق دكورا وإناتا الكل سوف يخرج ويجتمعون في ساعة أخرى ساعة أخرى تصورنا الكوكب الأرضي هذا يوم البعث ما غير بقاش كما قال الله تعالى تبدل الأرض غير الأرض تبدل الأرض غير الأرض هذه الأرض غير تمشي أرض أخرى كذلك في البعث والنشور أرض أخرى أما هنا فربنا يتكلم عن أول الخلق أول خلق جمع الله تعالى الأولين والآخرين الذكور والإنات الكل فلما جمعهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم لاحظوا الكلمة يقول ربنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم الظهور بمعنى أن العلماء اكتشفوا بأن المأدي الرجل المأدي الرجل هو متواجد في العمود الفقاري الرجل ملك يتزوج مع المرأة وذك الملك يتكون منه ولد فيه مخبي ذك الماء مخبي في العمود الفقاري والعمود الفقاري فيه خلايا وهرمونات وفيه كروموزمات اللي هي إلى آخر الزمان يعني أن أنت كل واحد منا رأى أولاده وأحفاده وأحفاد أحفاد 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 أحفاده إلى قيم الساعة رأى مركزين في العمود الفقاري ديالك عبارة عن كروموزوم وكي اتنقل عن طريق الماء الرجل لم يكن طفة من مني ثم ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنت أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت فالماء الرجل في العمود الفقاري أبونا آدم الله تعالى مسح على ظهره هم يخرجوا الدرية كلهم جميعهم دريتهم وأشهدهم على أنفسهم كانت هنا البيع الكبرى شهادة الله تعالى قال لهم من أنا قالوا أنت ربنا أنت الذي خلقتنا ونحن نؤمن بك وأنت أرحم الراحمين سوولهم ألست بربكم ألست بربكم كلنا جميعا ماذا قلنا قالوا بلى قالوا بلى لم ينكر أحد لم يكن من بينهم إنسان ملحد أو إنسان مجادل لهذا يقال بأن أول دليل على وجود الله تعالى قبل القرآن الكريم وقبل بعث الأنبياء والمرسلين وقبل أن نتأمل في الأدلة والبراهيم دل كون الشمس والقمر والنجوم والبحار والأجنة والفضاء قبل كل هذا أول دليل على وجود الله قبل العقل حتى قبل العقل وقبل الفكر ما هو أول دليل؟ دليل الفطرة نحن جميعا حينما خلقنا الله تعالى فطرنا على الإيمان وعلى اليقين فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة خلقنا ونحن عندنا الاستعداد القبلي على أننا مؤمنين بالله الجنين لما يولد يولد مؤمن بالله فلهذا نؤدي له في الأدن اليمنى ونقيم له الصلف للأدن الإسراء بحل كنا نزكي هذا الإيمان فأول دليل على وجود الله هو الفطرة السليمة المركوزة فينا بالداخل نحن عندنا بالداخل دينا الكروموزوم والخلايا والهرمونات كلها تشهد أن لا إله إلا الله كلها تشهد صدق الإيمان وصدق اليقين وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الكل أكد شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين لأن ربنا عز وجل يحذر بأن يوم القيامة سيأتي هؤلاء البشر كلهم سيأتون وفريق سيكونون من أهل الإيمان واليقين وفريق آخر كتب عليهم العذاب والعيد بالله نسأل الله السلام والعافية ربي غد يقول لهم لش أنتم لم تؤمنوا بالله غد يقولوا كنا عن هذا غافلين ما عرفناش إحنا ما عندنا علم إحنا إحنا بضاعتنا من العلم ضعيفة إما ما قرناش أصلا لا قراءة لنا أو قراءتنا غربية إحنا فرنكوفون ولا أنجلوساكسون ما قررشت الشريعة أو هذا الدين والشريع العرب إحنا ما قرناش ويقول إحنا غافلين أو يقول إحنا إحنا سمعنا المسلمين متخلفين وسمعنا بأنهم حروف فيما بينهم لو كان دينهم حق لما كان وضعهم هكذا فنحن كنا غافلين هذه الفئة الأولى هتقلب على المعاذير تقلب على الأعذار وتقول إحنا كنا غافلين أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا درية من بعضهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون هذه فئة تانية كي تسمون المقلدة كي يقولوا يا ربي إحنا لقينا والدنا مشركين لقيناهم كدروا واحد الأعمال واحد الأفكار إحنا نمشي نفترق دينهم لا تحاسبنا إحنا مرضيين مع والدنا إحنا نتابع نتابع ما يفعله الآباء والأجداد يقول لك خلاه الآباء وخلاه الأجداد حتى ولقعوا في الشرك تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا درية من بعضهم وكيتبرعوا منهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون جاء في الحديث في صحيح مسلم ربنا عز وجل يحكي للسيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له خلق الله تعالى عباده حنفاء موحدين فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم لما خلق الله البشر كل البشر خلقنا كلنا كلنا موحدين حنفاء لكن فيما بعد كل فئة كتسلط عليها شياطين فكتحاول أنها تغير مسلكها وتوحينها بالسوء وتنكر الأديان بل هناك من يحارب الأديان أو أنه لا يعطيها أي اهتمام روية في الأحاديث أن سيدنا آدم أبونا آدم من لي خلقوا الله وشف الدرية دياله وقع له واحد الإعجاب قال يا رب من هذا الخلق العظيم هذا خلق ليس له حدود ماذا هذا الخلق قال لهذا دريتك يا آدم منك سوف يخرجون من ظهرك هذا كل من يخرجون من ظهر ديالك فلما رأهم وجد فئة عن يمينه وفئة عن شماله فقال يا رب من هؤلاء الذين هم عن يمينه قال لهؤلاء أهل الإيمان سوف يأتون كتابهم بيمينهم وما أواهم الجنة قال له هؤلاء يا رب اللي هم على الشمال شونهما قال لهؤلاء من دريتك وهم سوف يؤتون كتابهم بشمالهم هؤلاء سوف يكفرون وسوف يسخرون يسخرون وما ألهم العذاب والعيد بالله ثم رأى فئة في الوسط من هؤلاء يا رب قال هؤلاء كل من دريتك وقد استوت سيئاتهم وحسنتهم هدوما أهل الأعرف جماعوا من الخير وبين السوء ثم قد يشوف سيناء أشياء كثيرة من بينها سوف يرى وحد لا الخلق غريب أشكال وألوان من بينهم قد يلقى واحد شخص في واحد نور قد يقول يا رب من ذلك الشخص الذي فيه نور ينبعيث قال دك ابنك اسمه داود وسوف أجمع له بين الملك والنبوة والقضاء سيكون قاضيا وسوف يكون ملكا وسوف يكون نبيا وقد يكون حربي قائد جيش وسوف يحكم بالعدل في زمانه فلما اطلع لقى بأن داود يعيش قليل عمره ستين سنة قال يا رب هذا عمر قصير قل لي كم أعطيتني يا رب أنا كم أعطيتني قال لي أعطيتك يا آدم ألف سنة سيدنا آدم عشر ألف سنة إلا قليلا فقال لي يا رب أنا أعطيني ألف سنة وهذا ابني وغد يتعطيه الملك وتعطيه النبوة وتعطيه القضاء وتعطيه القيادة العسكرية إلا ستين سنة قال لي يا رب خد خد من عمري وأعطيه قال لي كم تريد أن تتبرع عليه يا آدم من عمرك قال لي يا رب أعطيه أربعين سنة فمنح آدم داود أربعين سنة قبل أن يخلق ولما عاش آدم ما شاء الله أن يعيش وجاءت الملائكة لتقبض روحه جاء ملك الموت يقبض روحه قال لي آدم أنا لازل عمري طويل لازل لازل أمامي أربعين سنة فقال لي الله تعالى يا آدم ألا تذكر أنك قد تبرعت بأربعين سنة لابنك داود قال لم أفعل قال لي يا آدم ألا تذكر قال لا أذكر فقال الله تعالى فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم وجحدت ذريته إلى أن قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون كل هذا الكلام ربنا يذكرون به هو مجرد تذكير من قرأ الفلسفة عند أفلاطون وعند أريستو الفلسفة اليونانية ماذا تقول في عمقها في مجال المعرفة أفلاطون يقول المعرفة تذكر والجهل نسيان را كلنا عارفين را ما كيش واحد عارف واحد ما عارفش كل شي عارف داك اللي عارف غير تذكر وداك اللي ما عارفش را نسي المعرفة تذكر والجهل نسيان لهذا جاء القرآن الكريم وبعت الله الأنبياء والمرسلين كما عدد الكتب التي بعتها الله تعالى بعت الله تعالى 103 كتاب مقدس الكتب المقدسة التي بعتها الله للعباد منذ آدم عليه السلام بداية من إدريس يسمى الشيث عليه السلام إلى سيد النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بعت الله تعالى 103 كتب مقدسة مقدسة آخرها كان التوراة والإنجيل والقرآن هما الثلاثة وقبل الإنجيل والتوراة والقرآن كان هناك مئة كتاب مقدس كان هناك صحف إبراهيم وكان هناك زبور سيدنا داود وكان 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 ربنا بعت الأنبياء كم من الأنبياء بعت الله تعالى ألف بل مئة ألف وأربع وعشرين ألف مئة وأربع وعشرين ألف مئة وأربع وعشرين ألف نبي كلهم بعتهم الله تعالى عدد الأنبياء ولم يذكر فقط في القرآن إلا وخمسة وعشرين نبي وإلا فإن عدد الأنبياء مئة ألف زائد أربع وعشرين ألف هكذا عدد الأنبياء كل هذا لماذا؟ ليذكروا الناس بالعبودية لله وكل الكتب اندترت ولم يتبقى منها صحيحا سوى كتاب واحد فقط لا تاني له وهو القرآن الكريم الذي بين أيدينا الآن وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون ثم قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغوين ولو شئنا لرفعناه بغى ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ربنا سبحانه وتعالى سيحكي لنا حكاية غريبة وهي عن أقوام أعطاهم الله في الأول الإيمان بعض الأشخاص في التاريخ أعطاهم الله الإيمان وأعطاهم الله تعالى نور الدين وأعطاهم الله الفقه وأعطاهم الله تعالى الحكم والشهر بين الناس بأنهم فقهاء علماء جلاء لكن في فترة زمنية من أعمارهم سوف ينسلخون من الدين إلا كانوا واحد معرفوا له وكان مسلخ من الدين عنده عذر لكن ربك تكلمنا على أناس غد يعطاهم الله العلم وغد يعطاهم الإيمان وغد يعطاهم النور للفقه وغد يبقوا صالحين واشتهروا بين الناس بالصلاح حتى لوصلوا الوحد الفترة الزمنية من أعمارهم وسوف ينحرفون وهؤلاء في أزمنا كثيرة ومتعددة أزمنا لا تعدوا ولا تحصى هؤلاء الأقوام شوف الكلمة لقى الله تعالى واتلوا يا محمد اتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه من هو؟ بعض العلماء قالوا ربما قد يكون شخص من بني إسرائيل كان أيام زمان بعوراء قيل بأنه كان من علماء بني إسرائيل اسمه بلعم ابن أبار بلعم ابن أبار هو رجل من بني إسرائيل لما سئل النبي الكريم عن ذلك قال هو رجل هم أشكال وألوان من بينهم هذا الرجل من بني إسرائيل كان من علمائهم وفقهائهم وكان قد ظهر عليه الصلاح وظهر عليه الإصلاح ثم الناس يتبرقون به وقيل بأن الله تعالى أطلعه على الإسم الأعظم السر للإسم الله الأعظم وكان مجابا الدعوة إذا دعا الناس يستجيبون دعوة والله يستجيبوا دعوته وكان الناس يقدمونه في الشدائد إلا كان الجفاف كيقدموا للإستسقاء إلا كان شيء كرب كيقدموا دائما للعطاء وكان في الخير كيقدموا في الخير لكنه كان سيدنا موسى عليه السلام النبي كان بغير يبعتلوه واحد الملك يدعوه إلى الله ملك مدين كان في مدين وقال انتا غنختارك لأنك رجل فاضل وصالح وعالم غنتمشي لعند ملك مدين وتدعوه إلى الله سيدنا موسى كان كيبعت له فود ديوله فلما وصل إلى ذلك الملك غد يأثر عليه بالعطاء وعطاه ملصب وعطاه قصر وعطاه أموال طائلة لؤلؤ مرجان وعوض هو أنه يدعو الملك إلى دينه صار الملك يدعوه إلى عقدته الفاسدة فغير دينه والقاب أن الجلوس عند السلطان في نعيم في أموال في خيرات أمره مطاع فبدل دينه وهذا رجل من من إسرائيل أشقى الله تعالى آتيناه آياتنا فانسلخ منها شو كلمة انسلخ بحل كتسلخ البهيمة عن جلدها صحيب البهيمة كتسلخ عن جلدها كذلك بعض العلماء رب يغي تكلم على علماء وصالحين ودعات اللي همي المفروض هم القدوة المفروض همي النجوم التي بها يستضاء في ظلمة البر والبحر سوف ينسلخون من دينهم فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إبليس تبعو وغر وصار قاعدا عود أن يدعو إلى الله لم يعود يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه ويدعو إلى الكسب فكان من الغاوين ربي أغواه والله يقول ولو شيئنا لرفعناه بها كن صبر قليل كان ربي عز وجل بنور الإيمان واليقين غد يرفعه مقاما عالية لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض هو حسب حساب خاطئ هو شف الأرض شف الكرسي شف المنصب شف الشهرة شف المال ونسي مقام الله تعالى ولو شيئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه بعض العلماء يقول لك هذه الآية هي غير خاصة في هذا الرجل بل عم ابن أبرة لهو من علماء وصالح بني إسرائيل لبات سيد نموسى عليه السلام ملك مديم بل ينطبق على عدد كبير من الشخصيات في التاريخ ففي كل زمان هناك أشخاص مثلا في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان رجل يسمى أمية ابن أبي الصلت أمية ابن أبي الصلت هذا أدرك النبي الكريم أدركه وكان رجل عالم مليجس بن النبي وسيد النبي كان أمي لا يقرأ ولا يكتب وكان يرعى الغنم حتى أبعت الله إليه من يعلمه هو جبريل هو كان يسمى معلم الوحي علمه شديد القوة ذو مرة لكن أمية ابن أبي الصلت هذا كان عالم رجل عنده علاقات مع اليهود من أهل الكتاب كيجلس مع الأحبار ويتعلم منهم جميع ما يتعلق باليهودية وكان كيجلس مع النصارى لأنهم كتاب مقدس مع الرهبان وتعلم كل شيء ثم كان كيجلس مع الشعراء والأدباء والأدباء والمفكرين في زمانه وصار إنسان عنده فكر شمولي وعنده عم بالشرائع المتقدمة وكي يقول كلام عظيم كان كي كي مجد الألوهية وكي يتكلم على الألوهية بوحد الكلام جميل جدا فقالوا هذا أقرب للنبي لكنه حينما أدركه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم آياته والمعجز التي أتى بها هذا الرجل طمس الله على بصيرته عوض أنه ينصر سيدنا النبي محمد بما جاء به من نور القرآن الذي يتفق عند الأديان نراه قد سار إلى مولات المشركين والكفار وناصرهم وكان يمدح المشركين ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن في غزوة بدر غزوة بدر سيموت كثير من المشركين وذي ضبق صيدة عظيمة أرات فيها أهل بدر من المشركين بمرتات بليغة فقالوا كيف أن الرجل لم لقل في المشركين ما قالوش المشركين في أنفسهم النبي الكريم لما وصله هذا الخبر ماذا قال؟ قال عن أمي بن أبي الصلت إنه ممن آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لم يؤمن قلبه هذا الرجل لم يشرح الله صدره للإسلام فهو ينطبق عليه هذه الآية واطلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه فالعلماء قالوا الآية عامة في كل زمان وفي كل مكان هناك شخصيات هكذا الله يسترنا ويستركم جميعا ونسأل الله لأن يختم لنا وإياكم بالحسن ويختم لنا وإياكم بحسن الخاثمة هناك شخصيات كثيرة في التاريخ كانوا علماء كانوا صالحين كانوا دعاة واحتوسطوا القمة ثم إيدهم يغيرون يغيرون قناعتهم ويبدلون ما أنزل الله تعالى ويوالون خصوم الأديان ما هي عقبتهم قال الله تعالى أخرد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلبي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ربش بهؤلاء بالكلاب الكلب الذي يلهث الكلب الذي حتى الكلب أنواع وأشكال بلغي تكلم الله على الكلب دي الأهل الكاف غير يمدحوا غادي يقول لنوى ويقولون تلاتة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وتامينهم كلبهم 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 ربنا لماذا يكرر هذا الكلب كثير في القرآن في سياق المدح قالوا هذا كلب صالح لأنه رافق الصالحين الكلب إذا رافق الصالحين صار صالحا أما هذا الكلب هنا فمثل كمثل الكلبي هذا كلب ضال يلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث حتى قيل بأن هذا الرجل الذي هو من بني إسرائيل بل عبده أبرى قالوا بأنك تمغني لسنطيح له لسنطيح وكان يتسرب بالصليف كل ما يتعلق بالريق دياله كي يخرج منه وهكذا كان أيضا أميم الصالح من علامات الذي يغير دينه ويبدل دينه كي يعود كيلهت يقلب على المادة يقلب على الهمزة يقلب على الحاجة فيها المنفعة وكي ينسى بأنه ضيع رسل ما الكل لهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم قال ربنا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون الله تعالى اعطى نقلك دغامة مثل لعدد كبير من الخلق كذبوا بآيات الله آيات الله موجودة في كل مكان لكنهم كذبوا فقال لي يا محمد اقصص عليهم القصص الحق فسيدنا النبي كان من الزل الآياء كان يجمع الناس وكان يعودهم القصص مرة يعود قصة آدم وحواء مرة يعود قصة سيدنا داود عليه السلام مرة يعود قصة سيدنا سليمان مرة قصة سيدنا إدريس مرة يحكي قصة هود صالح شعيب فرعون عيسى وكي يبقى يحكي قصص دي البشر فاربي قال لي يا محمد اللي بيستمع الناس اكتم القصص فكالنبي الكريم يعقد دائما جلسات ويعقد مجالس ويقص القصص تنفذ لأمر الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم وأنفسهم كانوا يظلمون بمعنى أنهم كسبوا كذبوا الله تعالى أو كذبوا المؤهل الأديان أو كذبوا المؤمنين قالوا الله تعالى لا وأنفسهم كانوا يظلمون لا يظلم نفسه أي واحد كتلقى بأنه يسب الدين أو ينتقس من الدين أو يتهجم على الدين أو يقدم تأويلات باطلة للدين هذا يظلم نفسه لأن الله تعالى غنيع للعالمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون شيء واحد بغير يطفع الشمس بفم وغير إلا أن يطفع الشمس نور ساطع هكذا نور الله تعالى لكن هؤلاء الناس بكل هذه الإجراءات إنما يظلمون أنفسهم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ثم قال الله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ما معنى هذا الكلام من يهدي الله فهو المهتدي الهداية هي أصلا من عند الله الله تعالى حينما خلق البشر خلق فيهم الهداية كلنا لما فتحنا عيوننا على الأرض وخرجنا من بطون أمهاتنا عدنا الهداية ف وبالمقابل أعطنا الله الوسوسة الشيطانية عندك سراع قد تصلسل المراهقة عندك سراع بين الإيمان وبين الشك اللي تقلب على الإيمان الله تعالى يعينه من أراد الهداية الله يهديه لكن لك يقلب على الشك وكيقلب على على النقد اللادع وكيقلب دائما على الإفساد الله يتركه لنفسه ومن تم يجد الخسرا من يهدي الله فهو المهتدي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية أصدرية من عند الرحمن لولا رحمة الله ما اهتدينا كان بعض الصالحين كتلقى كيشكر الله نهر كامل وكيشكر الله اللهم لك الشكر اللهم لك الحمد كيقول لي ما تشكر الله هل أعطاك طعام أعطاك شراب قال الله هذا المستوى أنا كنشكر الله تعالى أولا على شكرة الإيمان به باقي ما أصدت المسألة أعطني طعام وشراب وأعطني زوجة وأولاد وأعطني والدين وإخوة وأحباب وأعطني نعيم كثير هذا كل ما أصدت له أنا باقي كنشكر على أني من لولا ما هي هي أنه سيرني مؤمنا لولا رحمة الله ما كنت مؤمن وإذا كنت غير مؤمن ذلك هو الخسران المبين من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخسرون ولقد درعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس نسأل الله السلام والعافية في مقامات أخرى ربك تكلم على الجنة وكي يقول بأنه خصص لها عباد مكرمين صالحين بلا عد ولا حصر هنا فيها السياق لأنه سياق سياق العتاب الله تلعي تكلم على نار جهنم ربنا في سياق خطاب أهل الإيمان وأهل يقيم كيتكلم على الجنة والفردوس خالدين فيها أبدا لا يبغون عن حولا لكن السياق هناك يتكلم على الذين أحبوا الضلال فسروا الخسران ولقد درعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس غير يتلقوا الجن والإنس يتلقوا في النهر هم كيف في الدنيا الجن موجود لكن لا نراه لكن هو يرانا إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم ما كتشفوهم وش كتخافوا منهم في جهنم والعيد بالله ربي غير يجمع الإنس والجن وبعضهم يرى بعضا مباشرة خلقة مخيفة حتى إن الجن سيخافون من الكافرين الجن غير يعد خاف من الكافر لأن صورته مفزعة ومقلقة ومقرفة ولقد درعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغفلون يختم ربنا عز وجل هذا المقطع وكأنه يريد أن يستجيج فينا الرغبة في الإصلاح هذا العتاب غايته أن الله تعالى يوقد الغفلين منا أرى مرة أرى مرة مرة تسجيبنا الغفلة والغفلين كثيرين من بيننا حتى في وقتنا هذا ما أكثر الغفلين ربنا يقول يا عباد الله ألم أعطيكم قلوب كين أهل الإيمان الذرية شف نفسك شف نفسك في المرآت وفي أنفسكم أفلا تبصرون لكن البعض هذا العين ديان وما كيستعملهاش يلاك يستعملها في المتاع الخاص ديانه شهوات وملدات ونزوات خاص تستعمل العين ديانك في طاعة الله استعملها في التأمل في جلال الله وقدرة الله تقول سبحان الله غادي في الطريق كتبلك نخلة يا سبحان الله انظر إلى هذه النخلة الباصقة والشجرة لحدها حتي شجرة لكن لا تشبهها والأخرى كذلك تي شجرة ولا تشبه الأخرى أشكال وألوان ارفع رأسك للسماء غتبلك الشمس وفي المساكية صنوها القمر ثم حولهم النجوم سبحان الله من رفع السماء بغير عمد شوف البحر أمواج وكيوصل المد والجزر ولا يتجاوز حدوده قال يا ربي حدك هنا بقى وقف تم سبحانك يا جليل هذه العيون سنتلقوها في ملكوت الله ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها عندهم آذان كل يعد الأذن دياله كتسمع غير الأمور تافهة كتلقى النهار كابل وكيسمع إما غناء وموسيقات وإما له له سياسي له نقابي له اجتماعي له أخبار الناس كتلقى النهار كابل وكيسمع فإذا قلت له اسمعي القرآن يقولك لا تقيلنا علي اسمع موعظة ربانية من عند عالم أو شيخ يقولك لا أسمع ودنه تقيلة ما كيكرهها لأن أدنه اعتادت أن تسمعي الأمور تافها ولهم آدان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أشنوما الأنعام الأنعام هوما البهائم أعزكم الله يعني كل ما يتعلق بالأبقار والأكباش والماعز والجمال والحمير والبغال وغيرهم كيتسمعوا كلهم الأنعام هذي الأنعام خلقهم الله تعالى أعطاهم الله السمع أعطاهم البصر أعطاهم القلوب ولكن لا يفقه بها عمرك شي شي واحد من الأنعام حمار أو كلب أو أو بقرة أو كبش صار أستاذ أو مهندس أو فيلسوف ما يمكن أعطا الله الجوارح عيش بها غرحية محدودة دائرة مغلقة في الحدود دياله أما البشر أعطا الله تعالى هذي الجوارح باش يشوفه بعيد في الأفاق البعيدة لكن هؤلاء الناس لينظرون إلا في حدودهم ويغفلون عن جلال الله قال أولئك كالأنعام بل هم أضل ينك أضلوا من الأنعام حتى الأنعام غير مكلفة ربي لم يكلفها ولم ينزل عليها كتاب مقدس ولم يمعت لها رسل وأنبياء أعطا الله غسرح أراعي يرعاها أما البشر أعطا الله العقل وعطا الله القلب وعطا الله الفكر وعطا القدرة على التدبر والقدرة على سياغة الكلام وعطا الله قوة السمع وقوة المصر قوة الحركة قوة الجدال أعطا الله القوة على الكسب والقوة على التحكم أعظم مخلوق في الوجود هو هو الإنسان لكنه أبا اللي يتعرف على الله فقال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ربي اسمهم هؤلاء عندهم في زمن الغفلة الغفلة هي عدوتنا إياكم أيها الأحباب الكرام الغفلة الغفلة هي الباب الذي يدخل منه إبليس أولئك هم الغفلون كيحول جعلك إبليس أنك غافل عن ذكر الله تغفل عن كل شيء وكيلهك كيلهك بالصراح حول كرة القدم حول الرياضات حول الفنون الجميلة حول المكاسب السياسية حول الشهوات والملدات حول حول وكيخليك ما يتعلق بالعبادة والدين كيجيك غريب وتغفل عنه احضر احضر ذلك رسل ما الأول هو الدين وهو العبادة وهو اليقين نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفصوقة والعسيان ويجعلنا من عباد الراشدين ونستغفره سبحانه وتعالى ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إننا عود بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن أذن لا تسمع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين آمين يا ربي كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله